على مدار ثلاثة أيام تناقش الهيئة السياسية للإئتلاف الوطني السوري في اسطنبول مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا لما تقول إنه وضع ملاحظاتها على المبادرة لإعادتها إلى أساسيات جنيف اجتماع وصف بالطارئ والمستعجل فيما يبدو استشعارا من الائتلاف بأنه أصبح خارج المعادلة التفاوضية كطرف رئيسي الاجتماع طارئ لأنه اليوم الأوراق المطروحة تتضمن الدخول في عملية جديدة تختلف بتصوري كليا عن بيان جنيف وهكذا قرار لا يمكن لأحد أن يتخذوا إلا بالرجوع للهيئة العامة فاليوم فعلا هو اجتماع طارئ سيكون هذا الموضوع هو تقريبا الموضوع الحصري الذي سيناقش في هذا الاجتماع وفيما يقول أعضاء في الهيئة السياسية للإتلاف إن المبعوث الأممي أبدى استجابة للعمل على تعديل ورقة المبادئ المقدمة وإن العمل الآن يتم على صياغة أوراق جديدة تحدد بدقة القضايا الإشكالية لكن لا أحد منهم يضمن تنفيذ تلك الأوراق بشكل لا تتم إعادة إنتاج النظام فيه يبقى الآن سيتم عمل على ورقة بديلة الآن الإتلاف سيكون متابعا لأن يكون الأوراق البديلة التي ستم اقتراحها في الفترة القادمة أن تستجيب لما يريد السوريون في موضوع الحاكم الانتقالية وتمثيل المعارضة وأن لا يكون هناك إطلاقا أي فرصة يفهم منها أنها تعوي من النظام أو حتى إجزاء منه ورغم أن ديمستورا خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء الإتلاف أسمعهم كلاما مغيرا لما قدم لمجلس الأمن وما تضمنته المبادرة الجديدة لكن معظمهم يرى أن شروطهم لحظات الإتلاف السياسية ستفرض نفسها على المبادرات الدولية يقول أعضاء الإتلاف المجتمعون هنا أنهم يبحثون آلية لتعديل مبادرة ديمستورا التي يصفونها بأنها ابتعدت عن بيان جنيف آلية قد تبدو غير فعالة في ظل غياب أوراق ضغط حقيقية لدى الإتلاف عمارز أورينت نيوز إسطنبول